موسيقى يسعد صباحكم أعزائي المشاهدين رجعنا بعد البرايك مع مخرجتنا رندلا أداح رندلا هالمقابلة عم تكون كتير عفوية عم بيشوفوا الشخصية التانية لرندلا أداح شخصية تانية في هايد بس أنه ما بيشوفوني دايما المخرج دايما رجعنا مثل ما قلنا بيكون دايما أخذين انتباع عنه إنه حدا شخصيته لئيمة وبالأخص بنجاحاتك اللي أنت محققتية سمالة يعني لأنه ما عم نحكي نحنا بس فيديو كليب كمان أدوات تمثيلية وكمان عم تعمل إخراج بقولوا هادي شخصية شوي أجراسف لحتى قدر تفرض حاله وانت يعني كنترير عن هيدا الموضوع وهدا عم بيشوفوك هلا ليكي أنا بشغلي بيعرفوني كتير جدية يعني أنا بس إجي على السات بمزح أنا أهم شي لما بيشتغل مع حدا إن كان كليب أو مسلسل بدون يجوا على التصوير يكونوا مرتحين لأنه إذا ما في جا ورياحة ما رح يطلع عمل حلو إذا في استرس ما حدا رح يعطي لأنه العمل الفني هو عم تعطي طاقة من حالي يعني هي انرجي عم تعطيها وانت كممثلة أو كفنان لما بتكون بحالة استرس يعني ما هو الفن هو هون إبداع فأنا بيجي بريحهم بغنجهم بعد تتحك معهم بمزح بس وقت الجد فترات طويلة يمكن تمسلوا تعودوا يعطي ساعات فبس يجي وقت الجد تصوير خلص بقلب أنه هون هي وقت الجد لأنه في تايم معين ما فينا نضيع وقت يعني أنا بكون مثلا إذا فيديو كليب أنا مخرجة وبروديوسر يعني أنا بفكر كإخراج وكمادة كوقت ما فينا نقعد منه نرخيها ويلا بيقطع الوقت لأنه أنا اللي بك لأخر شيء فعندي المسئولية نعمل بريك أو منوقف نرجع لمنمزح من ريح الناس فيه شي مرة أنا كتعم مثل مع حدا مخرج كان معنى مثلة معروفة هيدا المخرج ما بعد فيه حرام يمكن عم تنسى كانت أو شيء صرخ عليها وسبب طريقة مش مسموح يعني قد أمه أنا عرفت أنا برامة هيك أنا كنت عم مثل ما قلي حق وقفت أنا قلت كات آخر همة برامة قلت له أول شيء هيدا الإنسانة قد أمك إن كنت مخرج أو مش مخرج ما بدنا نحكي كلام هيدا بتعتذر منه هلأ لأنه إنت مش إنت اللي بتجي بالت يعني احتراما للسات كله مش مفروض تحكي معها هيك أمر قال الكاميرا لأنه بتربط اللسان وناس فيه ما بتحكي يعني في الحالة بتصير بتنسى يعني المخرج جزمي شوي ما خاص تنسى ما فيك تسبي حدا حدا فعلا ما بفهم أنا كيف ما هذا الشخص إن كان أصغر واحد اللي عم بيشتغل على الكابلات بدك تحترمي أنا ببرم ببرم عليهم أكلته قبل ما أنا أكل ما كل واحد عم بيطعب عسات ممنوع ممنوع تكوني بلا تهزيب حتى بالحياة إذا ما حدا أزاكي ما تجي سوبه ليش بدك تسبيله وتحسسيه إن هو أنقص وقدام العالم فلا مفهمت وقدام العالم مش باينه وباينه يعني أقاسي شوي هلا أنا عرفت الأنذة الشخصية مرق علي كثير مخرجين مسلسل وهمني معرفتين بس ما حنسمي أساب بس مرقت علي بدي أسأل فرق بين إذا كان عنا تصوير مسلسل وعنا تصوير فيديو كليب أكيد كل شيء وقت لحال وقديل في فرق بينتهم كمخرجة رندل أداح كأخراج يعني هلا مسلسل في نص مكتوب إذا مش أنا كتبته فيه كاتب في نص أنا أكيد بقرأ بدي أنا أعبر يعني الكلام المكتوب بدي أعمل مشهدية يعني أنا كيف بجسد هالمشهد وإحساسي وتقطيعه فيه شغل يعني مش مما كان يعني بديك أنت تعطي ستايل خاص لأليك مش عم بحكي كتمثيلة نا أنا عم بحكي كأخراج أي أي يعني طريقة التصوير المسلسل احتراماً للنص ما فينا أطلع منه لأنه في نص صح في كلام في حوار بس هون أنا الصعوبة إنه هيدا المشهد كيف بدي أصوره بأي طريقة يكون جديدة ما بتشبه إنه أه ما حيل له حدا فيه أطلع إيه الكليب لا لأنه أنا بخلق الفكرة أنا بسمع غنية بقعد هيك كيف يقولوا بروح فيها بسمع كلامه بسمع اللحن بصير حس إشياء بشوف مشاهد هيدا الفنان بشوف شخصيته قديش فيني روح معه لأي مدى إذا فنان مجنون فيني جن معه إذا كتير هيك بخاف أو كلاسيك لا بحطه بالامج تبعيته كل كادر تبعيته وهون حلو لأنه هيك بفش خلق بحاد بعمل أفكار جديدة هلأ من فترة نزلي كليب لمريم حسين فنانة مريم حسين هي ممثلة بس أول مرة هلأ بتغني هي مغربية وعيشة بالإمارات كليب كتير يعني ما بعرف بقولوا لي أنت كيف تجيب الأفكار ما بعرف حسب ما بعرف لو أنه ما كنت هكي مش كلهم عندهم كرياتيفيتين اي اي بس كمان أنا كارندلا ما دخل بس كارندلا اسم عم اسم الله يعني عم يقوى بعض موجود على الخط يعني في أسام كتير انتراحيت وبنات يعني مش عم نقول إنه هب هيدا وبعدت ومعدت بيانت هيد النجاح هو بس أنا كارندلا ما بعرف يعني بسألوني كيف تجيب أفكارك ما عندي جواب ما أنه عم تعملي طبخة إنه بتعرف فتغتي الملح ما بعرف هو هون إنت لي ما بالتعد الأفكار بالفيديو كليب أنا وخيى منشتغل أنا وخيى منشتغل خيى هو الارت ديركتور والستايلست معي فناحنا عبقى نعمل تيم مع بعض ومنعود مثلا انا بحط فكرة بيقلي هو كيف ادوا يتطورها بالديكورات وبالستايل لان احنا بنعمل ستايل كمان كلشي ستايلست هو مستلم ما منكرر حالنا وما مناخد افكار في كتير بيسرقوا افكار من بره ان هو ازكيا بياخدوا افكار من الاجانب انو هايبتي انو الاجنبي انو بيكون احلى في اجانب بياخدوا مننا ليش نحنا ما منحكي فيون كبه يقضي الفرق انو بتقولي انو الفكرة النفاسية كفيديو كليب اذا هو ممثل جاي وقالك انا هايدي اغنيتي بدا انو عندي فكرة انو تاخدي فكرة و تزيديها ولا بسبب او انا هيلي بلغي فكرة كبنفس فكرتين لا ممكن مثلا بيجي فلنين بيقال لي عندي فكرة معينة ما بيكون عايم الفكرة كاملة لانو ما كتير هيعرفي ركبها كلا بيقلي انا حابب مثلا بمحل معين بيين هيك او نحكي عن هيك شي انا بتطوره وبطريقتي بعرف كيف انا عو اذا بدي روح اغير محل وانا صوت اما انا قلتلي خلاص خلاص انا منصور بعدين بتشوف بس يشوف بعدين بيتفاجئ انه اف والله عن جد حلو لانه ما بيعرفوا يمكن انا على السات عم صور مشهد او لقطة ما حيفهم وكيف انا شايف الفينال طبعه وكيف رح ركبون شو رح اخترع اشي غريبة ايه اكيد اكيد طيب لنا الفرق بالتعب لانه حكينا بعد الموسبسل مدى وقت عندي ثلاثة شهر اربعة شهر تصوير ما نونستوب ما في نوم يعني من ثماني لثماني ثماني لثماني ممكن اكتر كليب عندي يوم يومين تصوير وخلاص بس عندي تحضير قبله بجمعة وعندي من بعده مونتاج بجمعة عرفتي بس كله عبعده بياخد يعني جمعتين ثلاثة ماكسموم اكيد اسهل كوقت كطايمين كبراكتكال بس كابداع وشغل ممكن بيعطي شغل اكتر لانه كتصوير بيعطي طعب الصعوبة اكتر بالافكار هلا في مخرجين بيحطولك فنين تحت شجرة وبيغني ايه هادي ما فيه طعب هادي ما فيه طعب مرفتيون بيحط لك يحد تهيدا او سيارة او سيارة دامبقيني او مبعط شو ايه ما فهمت خلص يعني شو ال ايه الهم شي او الموتويات او الخبريات مبعط ليش كذل السيارات انه السيارة الحلوة انه في رادي دامبقيني شوق ايه انه بس ما صارت قديمة صارت قديمة ما بقى حداي المشاهد تبه المشاهد زكي كتير اللي عم بيحضر صار يعرف شو فيه جديد وشو الاشياء الابداعية وزهقوا من الاشياء كتير شوقوف هول البيوت الكبيرة والسيارات الكبيرة ما بيهمهم بيهمهم يشوفوا اول شي بيهمهم يشوفوا الفنان طالع حلو لبسوا ان كان فنانة بيشوفوا شو لبس جديد و بديك تعمل ترند بالفاشن كمان ما هادي كمان انا عم بيخلق شي بالفاشن يعني مش بس كفكرة عم بيخلق لوك معين للفنانة ليتابعوها للفانز والبقين انتي بتخلق لها الفنانة انا ملاحظ او دال الفنانة بتغيري لها لوكا بيقول لها انا حغير لك انا بتغيري لها لوكا بشعره ممكن تجي بعملها شعر اصير او بعملها شعره خلص انا حطتها كاركتر بالكليب كاركتر وبتمشي فتعله انا بتكون انا عم تغيري كمان هادي دعايلة هاي دعايلة الى بس تعمل لوك انا بس انتبهي انا بس اعمل كليب برجع بكمل مع الفنان ماركتنج انا بوزع تيفيات انا بوزع اعلانات انا بوزع مش بوقفهم تصورنا وباي فيه يعني تكملة معهم لانه قد ما فيما مكملين في منهم بصورين معي ثلاث اربع كليبات ومكملين صار كأنه خلص ماشين معي الى الابهد ان شاء الله ما بعرف لانه مرتاحين عم بقدمهم كل عمل جديد عن قبله وعم ساعدهم انا بوزع لكل تيفيات لانه عندي كتير معارفن هون وبالخليج اكيد 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 اه ارفته وهده كمان어�icable المنح لانه عم بعمل ماركتنج لشغل مش انه صورت وقعت ببالبات وباي الى نايق سواء انا�로 من استعد أي ساعدك اسماعий ساعدك او ساعديك انه نوصل هذا العمل لكل العالم حالat ؤلون arrests social media وانwohl TV технолог assistant المعارف اللى عنده بوزعه ذكر على السوشيال ميديا، هذا السوشيال ميديا عم بتحسن إيجابيا وبطريقة تانية إذا فيه سلبيا يعني نحن السوشيال ميديا عم نستغني نعمل فيديو كليب ولا هيدا بيكمل بعضه والفنان عم بيطلع كسوشيال ميديا هو في ناس بس أنه هو يعني فنان تيك توك هيدا الظاهرة فيك تعطيني شوية معلومات عن هذا لا السوشيال ميديا بيكمل بيكمل أكيد لأنه أنت لما بديك تصوري أنت عاملة غنية إذا ما صورتيا أو بيين عملتي شي فيديو لإله حيضل أوديو لتوصلي هالفيديو وصورتك بديك تعمل كليب إن كان كليب شرعي أو كليب الليركس بيعملوه مع صور أو شي مع الكلمات الغنية حسب إذا عنده باجت أو لا من بعدها بتعمل ترويج على السوشيال ميديا عندك يوتيوب، تيك توك، سناب شات كلهم، إنستا، فيسبوك كتار فهون بيجي التيك توك سارع بيروجوا مثلا إذا كليب في رأس تعملي التيك توك دانس تشالنج فبيصير الرأسة تعمليها على التيك توك مثل تشالنج إنه كل الناس إذا عملتوا هالرأسة بتربحوا شي فهن برح يبيحضروا الكليب وبيعملوا نفس الرأسة على التيك توك بيصير ترويج للكليب يعني هو عم بيساعد المنوع بطريقة أكيد، ماركتين هو ماركتين، أكيد، بس هو إذا كالنا هو فنان تيك توك بس حصل حاله إنه هو عم بيغني على التيك توك وما كمل بموضوع إنه يعمل فيديو كليبات وكمل قد يبضل بحدود، مثلا كيف يعني يغني على التيك توك؟ لا، فيه فنانين كثير، فنانين عم تظهر على التيك توك إنه هي مغني على التيك توك فيه ناس عم بتكمل، فيه ناس عم بتضل بس على التيك توك بتغني وهكي معروفين يعني أسامي ولا كيف؟ هلا، هو فنان تيك توك يعني مغني فنان تيك توك ألا، إذا صار بدل كي تيك توك، ما هو مدي يروح بتاك تيك على التيك توك ما تخلينا اتضحك كتير بالمقابلة، أنا بس لو وصل في جهة العلم إنه إذا على التيك توك ميم بدي يجيبه يعني هو تارجل تابعه التيك توك، من تبهي التيك توك فيه مساري إيه تتلعي لايف وتعملي بتقبه دي إيه بس حسب قدالي فيوز يعني إيه أكيد، بس إذا روّش حاله عارف الشتغيل بيعمل، إيه بس إحنا بعدنا عم نحكي إنه ريندالا مهمة بس هدف المساري حتى لما يكون فنان بس إذا عم بيروش حاله بس تيك توك يأخذ مساري بس ما فيه بارت إنه هو بادي ينشهير أو أدي حق إنه كفنان يعني إنه إلنا إنه كفنان تيك توك إذا غنى وبس هيك وحسر حاله ما عمل فيديو كليب حدل بيكادر معين صغير حدل بيكادر صغير قصدي حسب لا ممكن يوصل للكل بس إنه معابر تيك توك، تبع تيك توك كتير يعمل لدعاية كتير لالتيك توك لا حتى ما بيشاهدين ما إحنا هلا أصرنا عصر السوشيال ميديا حتى في إشا كتير هبل أنا بشوفهم ما بفهمهم ليش هل قدي بيجيهم هل قدي فيوز وفي فيديوز أنا ما يعني بتطلع هيك إنه شو هم يعملوا أنا بدي عملي كتير عالتيك توك أنا ما كتير ما كتير أنا إنه كبار عم بيكونوا عالتيك توك وعم برقصه يعملوا حالكاته هناك مباري لا وعسامة كبيرة عم تعمل لا مش ضروري رقص أو هبل كتير بس عم بيكونوا عم بيشاركوا لأنه ما بقى فيك أنت تكون بعيدة عن السوشيال ميديا أنت فيك تستخدميها مثل مبديك هلا أنت عم تحكي عن شي تاني يعني أنت كريندا لو ممكن تحطها هي عم تصور الفيديو كليب كيف تنزلي على تيك توك مقطع صغير أو شي بيكونوا بعيدة هيدا بيكمل هيدا بيكمل بس مش هالجبا يعني لا أنا تخيل اللي أنا دعم برقص لن على لا طريق مش أنا ما هو هيدا بس التيك توك انتبهي مش بس هو حتى على الإنستا بلشو وعندك كتير أبليكيشن هلا نازلين بالعالم العربي بيقولولك مثلا بتفوت معنا انت معروفة بيشوفوا عداش عندك فولوورز وفي منهم حكيوا معي تطلعي بتنزلي لنا بوستات او بتنزلي فيديوز تحكي مع الناس تطلعي لايف او بتنزلي أعمالك ومنتفعلك بالشهر مبلغ معي ما بعرف شو هنه كتير فيه أبليكيشن من ان نضمنون التيك توك وصل للعالم كله اذا بتشوفه ما في حدا بقى مش عال تيك توك وفي سهرات وحفلات عم يعملون لايف عال تيك توك هيدا اجوا محل التيفيات التيفي ما بقى في كتير متل قبل قبل كنا نحط تيفي عمل كل شي كان ترويج عال تيفي هلأ خف التيفي صار كل شي سوشال ميديا كل شي على التليفون عندك هلأ نحنا ما كنا زايرة عم نقول تيفيات صاروا اونلاين تيفي كلهم سار بعرف كل الاسم حتى كل الناس بيحضروا نتفلكس وهول كله ما بقى حدا يحضر مسلسلات عال تيفي او يروحوا السينما او يروحوا عالسينما صار كله نتفلكس الكبار ايه مظبوط مش كتير انتو سوشال ميديا قريبين شوي بس مش كتير ما بيعثبتين مصمت اذا الله يطول بعمره انا هيدا الطبق يعني الطبق الكبار هيدا الا ما يكرت الولاد بي الا تيتا شوف زبطة صح لا مظبوط هيدا الشي بس انو ما يكونوا هيدا الظاهرة انو الشباب حيكون اذا بديك لفترة معين التيفي هينكرت فينا نقول ولا لا بيكمل بعضوه هلا ان شاء الله لا بس هادي شبطة هيك انا لانو في كتير قليل انا مثلا من الناس ما كتير بحضر تيفي هلا كشغلي غير شغلي كتير قليل انو حط تيفي الا اذا بدي احضر شي معين بدي ايه بس مش متل قبل مثلا انو احضر شي معين يعني عم تحطي ايه عمقول صرت قليل مش قد قبل ايه عمقل لانو كل شي مع منضلنا عالتليفون بتشوف ايش عم بيصير عالانستا تلحق ايها وبتشوف ايش عمقل صار كل شي عندك بيدك يعني زهرة السوشالويدة حتخذ تيفيه ايه اكيد اكيد فترة معينة بتقليها هيك هادش ايه بل بعد سنين اكيد اه ريبنا لك انو عم نحكي اه انو قدي الناس بالعمل كممثلين كبار قدي بيلتزموا بالوقت انو يجوا ويتابعوا مع عكيب بالعمل كله قدي بكون فيه تجانس بين بعض بقى موجودة هادشي بالعالم العربي عنا هلا نحنا كا لما مكون عم نفوت بمسلسل عم نصور قبل بوقت بيكون فيه تحضيرات اه معروفة يعني انكيب باللبنان او بالعالم العربي نعمل اول شي منجمع كل المسلين الاساسيين عرفته منجمعهم وحتى اله مش كومبارس بس انو يعني 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 عندك البطولة والبقين اللي حواليهم نقعد نعمل متل كراءة للنص لانو بيكون فيه نص ما بيجوا اغري هيك بس على تصوير بيثورو بعد يتفسري لهم الشخصيات بيكون في الكاتب بيكون في المنتج مخرج كلنا منقعد مع بعض ومنقعد ساعات منقعد نقرأ كل المشهد عرفته وراء بعد واللمسلين بيصير كل واحد بيقرأ دورو يعني كأنه نعم بيمسله بس بالكراءة فبيصير نعطي قراءة مثلا هيدا المسل عم بيقراء هو بيشوف هالكاراكتر انو ممكن يعطي هيك شي بيجي المخرج بيلو انا بشوفك هيك قبل ما نفوت عسات لانو عسات ما في وقت نقعد نفسره الناص ونفسره خلص فبنقعد ساعات ساعات قبل بجمعة او جمعتين نقرأ صح الناص نفهم شو قصده الكاتب لانو مرات فيه اشيه جمال بتكون مكتوبة كحوار ما بيفهمه بسرعة شو هي الكاتب بيكون بده معلومات من الكاتب بيجي المثل بيقله للكاتب انت شو قصدك بهالهون انت بتشوفه يعني منعيش هي برين ستورم هيك مع بعض تنوصل للفينال خلصنا من فوتو صوير على السات كل واحد بيجي بيعمل شغله عادي يعني ما يتنفذ بطريقة ايه اللي بيحترم مهنته اكيد بيجي بيصور بضمير بيعطي بوقت يعني عند بدي يعطي انرجي للسات وبنهايه اسمه اللي بينضر اذا ما اشتغل بيشتغل على الكاركتر بدي يحط من عنده غير انو انا بديرهم كمخرجة بدي هو يعطي شي للكاركتر بدي يخلق شي منصير متل مع بعض انا بقامن بالتيمورك انا ما في مخرج لحاله هيدا الانا ما له معنى انا بلا التيم تبعي مانشي ودايما بقوله انا بلا التيم تبعي مانشي وهن التيم تبعي هن اصحابي بالحياة شكرا لك على اللقاء الحلو اعزائي المشاهدين كنا اليوم بيسعد صباحكم مع مخرجتنا الكبيرة الرائعة رنت لأداية تابعونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة